اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بين مواضيعنا جمال فرصة للحديث على أحمر الشفاء مع السيدات فقرت اعرف اشتاكل من خلالها سنترقوا للتغذية ومرضى الزهايمر ولكن البداية بفقرة تحترس مالي والحديث على ما يعرف بالدبحة الصدرية بروفيسور محزون شنو التعريف العلمي للدبحة الصدرية الدبحة الصدرية هو واحد للألم كيكون في الصدر وكيكون ناتج على واحدة مشكل في التدفق الضم في الشريان التاجي دي القلب هاد المشكل هادا كيجعل انه كيولي الأكسيجين ما كيوصلش للعضلة دي القلب اللي كتحتاجه كتير في العمل ديالها ومن كتوصلش كمال عادة من اللي توقع هاد تدفق فكي حصل هذا الآلم هذا اللي تكون اختلاف كتير في الأنواع دياله في الحزة دياله رزل غا تكلموا ليها بروفيسور هل صحيح أن الدبحات الصدرية كترات في السنوات الأخيرة ولا تتقس في أعمر يا شابة هو أكيد أنه للأسف كين يعني كترات بزاف وكترات عند كين جوجة الحويج وأنه بدأت تقسم الناس في السن يكونوا أصغر وهذا هو عنده علاقة نمط العيش اللي كان عيشوه دبا في المدون الكبرى دبا في مدون ضرب ضربة رباط يعني كيكون شوية الأكل مختلف وتختلف على الأشهال هذه كين حاجة أخرى هو النمط يعني الإنسان مقادش الحركية بزاف مقادش رياضة بزاف مقادش نشط رياضي بزاف كين أمرات تساعد ومكانش اللي كيجعل لأنه لو الناس كيتقاسوا أكتر كين عاو تاني أنه ولا تشخيص كتير يعني إذا بما والطيب تقدم ديال الطيب فهولنا الناس كيجيوا وكان قدرون نلقاو كريزة نلقاو نلقاو المرض اللي عندهم باش نحاولون نعالجهم فسكي في كل أعداد كيكتر حتى بأنه تطور العلمي يخلى الأعداد يبنكس كان نعالجهم قبل ما يقع لهم شي مشكل واخد بحفة صدرية شنو أسبابها؟ بحال اللي قلنا هو مشكل في الشريعان التاجوي نلقاو القلب عنده ثلاثة ديال الشرعين هاد الشرعين هادو ما اللي توقع فيهم هالإشكال يعني فالغالي كيكون واحد دسمة كتحط في العرق كتدير واحد لويحات سيدة بلاك واللي بشو يكبرو وتيجعلو أنه كيولي إشكال في تدفق الدم في العرق مالكي هاد تدفق الدم في العرق فما كيوصلش والقلب اللي احنا معروف بأن القلب هو واحد جهاز ما كيوقفش إذن فهو الجهاز اللي كيحتاج للأكسجين دائما وبيسترسال فهذا إذا مش تنقص واحد فهو في الحالة في ذاك الوقت غدي تأثر وكي تردد يعني ما يمكن لشي تسنع هو ده إحنا القلب يبقى يخدام من بداية الحياة ديالنا حتى النهاية ذلك هو يخصو لابدا يكون عنده الأكسجين كيفي من الخلل هذا الخلل باش إنه طعوم باشي يكون هاد الدهنيات اللي كي تحطو الأسباب نقدرون نهضر عليهم وكي نعاو ثاني أنهم اللي هاد البلاج وخما تكون كبيرة في الزعب الخطرات تنفجر من اللي تنفجر يخرج الدسم في وسط العرق ويجعل يوقع بحل واحد الجلطة يعني الدم يتكبط يطيرون التخمبوز وتهي تساعد لأكسجل أنا منصر في طريقة طبيعية الأسباب شنو هي بالقناة هو الانسيدات ولكن من نشي كينا أمراض كينا أشياء كينا عوامل اللي كنسموها عوامل الخطورة ما نقولش للخطورة ولكن هي الأسباب يعني كينا حالات مرضية كي تكونوا عند الإنسان مع الوقت الأول ها هو السن يعني نحن نحن نزيدهم في السن ما حد الحالة ديتنا العرق كي يكبرو يعني وكي يبدئ هاد المشاكل كينا كينا عوامل عائلية كينا عائلات اللي كتعرف شو واحد عندك في عائلتك وقالي هذا بحق صدري ولا توفى ولا كان لهم مشكلة خصي الواحد يرد البلقش كتكون الوراتة كينا وثاني التدخين يعني التبغ هو من أكبر المسببات ومن أصعبها وخصوصا عند النساء نحن نقول بأن النساء يعني يعني هما عندهم الزرمون كي حافظون على العرق حتى كيوصلوا للمنبوز حتى كيوصلوا 55 نعم ولكن للأسف من لك يدخلوا فهما بحل يحرموا نفسهم من هاد من هاد كتواز لكي يعطيهم وكيفي ولو وتهما كيولي وكي جوون في حالة مبكرة من بعد كان أمراض يعني مرض السكر اللي هو كتير بروق كيتمشى طنوبي طنوبي ستران ما كيبقاش يتحرك سكيفي كتكون إنسان كي يدير داء السكري اللي تهو من الأخطر الأشياء ارتفاع الضغط دموية هو مشكلة ارتفاع الضغط دموية هو اللي لي لها تكل يعني اللي عنده علاقة بالأكل دينا وبالحركية دينا والأكل اللي كان نشوفو الناس دا بك يخرجوك يكلون فاست فود ولكن كان عارفو بأن هذا الأكل هذا ماشي صحي ومالأحسن لوحد يكل يعني أشياء تكون صحية كان من أهم الأشياء اللي بينات شنو الدور دي الأكل هو كانت واحد البحث دار في كندا هذا البحث هذا يقول بأن هما شفو نفس الناس لابن بوبيلاس هما ذاك الذينويت اللي نفس الناس اللي دخلوا والمرض عندهم بحال الناس المتحددين دي الأمريكا الشمالية وتما فهمو تخديق دهن المزيانة دي السماك دي دونك هذا هو دوم دي الأسماع في بداية حديثك بالذبحة الصدرية فيها أنواع ممكن تقربنا منها أكتر هي أنواع الخطورة دي يعني المتداول الكتير هي المستقرة يعني تكون مستقرة يعني الواحد كيجي واحد الحريق من لك يدير واحد المجود كيتمشى الفصول الباردة الفصول الباردة متى يكون البرد يمشى في واحد العقبة تبدأ يحس بواحد الألم في الصدر دي هنا خصو ينتبه كيكون مستقير باش كنعرفوه مستقير أنه غير الواحد كيوقف يعني كيتمشي ذاك الألم ولكن كيولي يعتاد أنه فينما تمشي كيعود يرجع عنده ذاك الألم إلى دار داك المجود تيقصو إيا يوقف من عند ذاك المجود إيا كياخد الأدوية من بعد هذا الدبح الصدري كتقدر تولي غير مستقرة يعني أنها تقدر تبقى تجي الإنسان وغير القلس يعني يفرح أخطر تتكون بروفيسور يعني أي هده من الخطورة يعني أنه يقدر يكون الإنسان كان تجي على 500 مترو أو 200 أو 100 مترو المشي هنا يريد يعني هي تدوز لغاعدة من الاستقرار وتقدر تجي هو ناس هو غير مرتاح فهذه الحالة تكون حالات طارئة يعني يريد يريد الطبيب بيقدر مستعجلة لكي نخصو مزيان هذه الدبحة الصدرية فهي تكون صدر تجي بحل ضغط بحل دبحة أو بحل طعنة وكتكون تمشي مع الكتاف في الجيوش تقدر تطلع مع العنق أو مع السنان تجي وبحث تكون ألم في السنان وبحث تتمشي حتى للظهر هذا آلم هذا بعد خطرت حم واحد يعني نعرف بأن الأكل بحد دات وره مجهود للقلب يعني القلب ولكن هذه تقدر تكون أنواع من الدبحة تكون هذا آلم هذا خصوصا إلى حسبي بأنه غير مستقر فهي يتحرك بحالة طريقة يرى الطبيب ويأخذ استشارة طبية العلاج تختلف باختلاف النوع ومستقرة أو غير مستقرة أكيد المستقرة سنجعل أدوية والغير مستقرة تحتاج بعض الحاجات لأنتقفنسيوني ولا جراحية يمكن حالة أخرى تسمى بحالة برينز مثل هذو كانت حالات التي يأتي ويكون غير تشنج في العرق يعني العرق من سليم ولكن أنه تكون انسبازم في هذا العرق وحتى هذول وعندهم الأدوية إذا نريد على الدبحة الصدرية غير المستقرة فهذه الحالة هذول طوارئ يتحرك لنا خصوص في الحال يمشي ويمشي المحل للمصحة ولمستشفى وإذا كان قدرنا ندره في الساعة من الأحسن وإذا كان العرق مسدود نسرحه وإذا كان في الحالة يكون عرق بزاف مما نعطون أدوية ونقدرون صلوحة للجراحة في الحالة المستقرة هذول أدوية سيبقى ويأخذوها مدى الحياة أو لفترة معينة في الغالب يكون أدوية مدى الحياة ويكون الأدوية خاصة بهذا المرض القلب وفي الغالب يكون الإنسان عنده بحل يقول سكري يضغط طالع يخص يكون قادر السكري يكون قادر الإنسان السكر والأدوية التي أخذوها هي أدوية تجري الدم لتكبد في العروق وكان أدوية التي نقصها من نبضة القلب لتكبر الأكسجين نقصولها لكي يعمل برتاح باختصار ما بعد التعرض لدبحة أو دبحات صدرية كي نحتيات خاص المريض يأخذها في حياته اليومية أكيد هو من بعد ما يشوف الطبيب يأخذ الأدوية دياله وليس يأخذها في الغالب يعني مدى الحياة ومن بعد عمليات القصطارة والجرحة هو خصو الوقاية ونعين الوقاية اللي غتكون عنده هي أنه خصو لا بدأ يبدل نمط ديال الحياة وإنه يبدل نوع ديال الأكل كي يقول لا بدأ يلقص من الكوليستيرول ديال تيخصو عنده رياضة ديما يمارسها يحاول أنه نهائيا ينطبو ما باقي شيء يوصل لي وكان الكحول والمخدرات تأثر على القلب كتير من الأشياء اللي خصو تخلص منها باش يقدر يعيش مرتاح والحالات في هذه الحالات اللي كيغيروا الأكل ديالهم وكيدروا الرياضة كتشفوا نتيجة أكيد في 40% ديالحات في 4 سنين كتتبدل النوع دي يعني كيولي كيرجع للحياة للإنسان هذه إلى ما وصلش المضاعفات خطيرة يعني لأخذ الوقت الأشياء بكري باش شكرا لك بروفسور شكرا مشاهدين الكرام دائما في إطار المبادرات لتتشجع على القراءة جيل جديد يتربع إلى القراءة مهم بساف أننا نبدل المجهودات المطلوبة باش نقدرون نشجع ولدتنا ونعلمهم كيفاش يكونوا أصدقاء للكتاب جمعية الإقليمية لشؤون التقافية بالجديدة خمس مبادرات صحة كل احترام والتقدير مكتبة متنقلة نتقربوا من كواليس هذا المبادرات خلال الروبورتاج وراجعي للحديث رفقة ضيفنا فقرة مبادرات من خارط المؤسسة في المشروع الوطني للقراءة من أهداف تنمية الوعي بأهمية القراءة وتمكيل الأجيال من مفاتيح بسيكار وبطبيعة الحال دعم القيم الوطنية والإنسانية والدينية عند الناشئة ومن خلال هذا المشروع التقافي التنافس المستدام الهدف دينا هو توجيه الأطفال والشابة بالمواصلة القراءة الوظيفية والإبداعية الناقضة وصولا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر بالنسبة لي أنا الاستفادة من هذه المكتبة نستفيده بزاف دير الحويش من خلال هذه المكتبة اللي دارتنا مديرة دينا إلهام اللي دارتنا هاد المكتبة وعجباتنا بزاف اللي استفيدنا منها بزاف دير الحويش شاركنا في بزاف دي الوارشات من وارشات الرسم وارشات تخلنا القافلة دي القصص وشاركنا في أنشطة دي الكنون اللي جفنا هات الصباحية وبزاف دي الحويش بزاف دي دوري محبابك من جديد شكرا أمتى انتلقات الجماعية دي لكم في هذه المبادرة مكتبة متلقية من أجل تشجيع الأطفال على القراءة شكرا أول عندي الاهتمام التقافي وخصوصا الموضوع القراءة لي وموضوع أساسي بالنسبة للجميع بالنسبة للوطن دينا الجماعية الإقليمية شؤون التقافية دخلت بجموعة براميج منها أنشطة متنوعة مهرجانات شبه مهرجان ملحونيات مهرجان الماء إلى آخر ولكن وقع الاتفاق مع جامعة شعي بتكوالي اللي حصلت إلى هذه الحافلة متنقلة اللي تسلمت الجمعية في إطار اتفاقية تحملت المسؤولية ديالها وحولت هذه الحافلة إلى مكتبة متنقلة تتنقل إلى العالم القراءوي خصوصا من يمكن توجد بنيات تقافية لتتم خصوصا بالأفصال للعالم القراءوي إمتى بديتوا في هذا المبادرة هذا المبادرة إلى حدود ساعة عند وحد 8 سنوات من يبدأ مهرجان طفل كان مهرجان طفل تيد دير كل سنة ولكن بفضل هذه القفلة سبعة من الأنشيطة شبه يومية في الجماعات القراءوية خصوصا بشاركة مع المجلس الإقليمي مع بعض المؤسسات المواطنة كان مجمع ممكن مكتب الشريف في الفصفات هذو كلهم دعموا هذه القفلة لصفحة اليوم بشكل يومي وخصوصا بتنسيقين مع وزارة التقافة ومع وزارة التربية الوطنية تنحول هذه المؤسسة الفرعية التي نقول إحنا فرعية مؤسسات علمية إلى نشاط مفتوح أولا الأطفال يتجئون إلى القفلة لأخذ الكتوب ثم هناك ورشات أخرى تهتم بالتشكيل بالمسرح بالسينما كلها عروض لتنحاول من خلالها الأطفال يلتميسون هذا الواقع التقافي وخصوصا القراءة القراءة تتكلمون من المبادرة انطلقت هذه 8 سنين طيلة 8 سنوات شاستفدوا إلى ممكن بالإحصائيات من هذا المبادرة قبل ما نعطي الإحصائيات نعطي واحد الإحصاء اللي هو أساسي فوق كوفيد وقت كوفيد الجمعي الإقليم اللي شؤون التقافية بتنسيق مع مجموعة من الجهات حاولنا نقدمه 1910 دي لطابلت الأطفال خصوصا الأطفال في العالم القراءوي وفي الداخليات ولي عندهم الشهادة إما في قسم السادس إما في التاسعة إعدالي وإما في الباكالوريا وققت واحد التواصل واستفدوا من الأطفال هذا ولي خلال الجمعية اليوم تتفكر مع الشركاء ديالها على هذا النشاط في أي جامعة قاروية ليس لها بنية تقافية أي ما عنده جدار الشباب ما عنده جدار تقافية صباحة هذه القافلة هي الملجأ الوحيد خصوصا أنه تعرضوا فيها مسرحيات تعرضوا فيها شعر للأطفال رسومات هذا يلأخذنا الإحصاء هذه السنة على الأقل تلمس وحد ما بين 1500 سنويا سنويا التي يستفدون القافلة وأكثر من هذا القافلة أعطتنا واحد درس أول جمعية الإقليمية لشؤون التقافية الجديدة في إطار المعريض الدولي النشر والكتاب خصوصا في 2020 قبل ما يتوقف نظمنا رحلة لأطفال العالم القاروية 300 طفل جاءوا عاشوا هذا اليوم تموا في المعريض وشافوا وكتشفوا الكتاب أطلقوا مع كتاب ولقنا في الاستقبال ديالهم دور النشر اللي يرحبوا بهم وعطوهم كتب وستطعنا تذكي طفل العالم القاروي يمشي يعود بأنه شاف المعريض الكتاب وكتاب معروفين وهو الجمعة جمعة وحد مجموعة كتب وأستاذ سمحني أن نسؤولك 3-8 سنوات من التجربة أكيد بانت نتائج لهذا التجربة الجميلة ربما على نفسية الأطفال تغيير في 8 سنين هذا كوريداز 1500 أو 1000 كانت تغيير على مجموعة من المستويات والتغيير والتغيير الأستاذة تتمس وتيبان من تتلقى الرغبة على المؤسسة التي تكون فيها وهذا دليل لأنه تلقوا بعض المدارة وبعض المديرات يعانقون تلك المبادرة تلك المبادرة إما بتحمسهم إما بمشاركتهم وإما حتى تحسو تدوك الناس المحيط لذلك الفرعية بأنه اليوم لدينا القافلة خسكم تجيوا إلى حيث أن بعض المديرات تقدروا يخلقوا برامج داخل القافلة كتوعية للنساء تتوعية حول الأمراض صباحة القافلة مشي الدور ديلا غير القراءة وإنما هو ما خلال نبدو الفكرة حاليا صباحنا نقول قافلة القراءة والمعرفة لأيش سمينا المعرفة لأن تصاحبونا في كتاب تصاحبونا في شعارة تصاحبونا في أطباء صباحة ذلك القافلة بما تابت غنسميها نقطة مضيئة ودخص وزارة خصوصا وزارة التقافة أنها تفكر بأن تدوك الأطفال دول العالم القاروي تمر في حاجة ماسة إلى مصرح إلى سينما إلى قراءة وما في حاجة ماسة أكتر الاهتمام بهم وده كما قلت يا أستاذ المسناء 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 في هذه التحول عند الأطفال حتى أمنهم أصبحوا ينتظرون متى ستأتي هذه القافلة هل وش سترجع وش سترجع وش سترجع أدت ياماته وستاذ أنتهم أو ثلاث أيام في كل محطة في كل محطة شو مثلا بحال آخر محطة اللي شتوا الصور ديالها كانت في واحد المدرسة في جامعة وراد رحمون جامعة قاروية بعيدة عن مدينة إزمور بواحد 8 كيلومتر مدرسة سميتة مجموعة سلامنا للأطفال ديالها عاشوا الثلاث أيام عاشوا الخميس عاشوا الجمعة عاشوا الخميس والجمعة والسبت والسبت الخطوتي مثلهم بصابيحة تربوية شاركوا في جميع أطفال المؤسسة وهذا يدل على شيء فينا يدل على أن لازم الجميع لوزار التربية الوطنية ولوزار التقاف لجميع متدخين مجتمع المدني وتالجماعات القناوية من العيب أننا اليوم في 2023 ونبقا بدون بنيات تقافية ولو متوسطة ولو قريبة من ذلك الطفل الحمد لله وفرنا وسائل النقل باشي نقل يقرأ وفرنا ولكن رتت نشير التقافي والترفيه راتهما رافعة للتنمية لهذا الوطن ديالنا ما شاء الله عليكم نريد أن نأخذ فكرة في الفترة المقبلة وفي المرحلة المقبلة كيف تشوفوا اشتغالكم مع الأطفال في العالم القراوي واش ستستمروا في مبادرة المكتب المتنقلة واش كان مبادرة جديدة في نفس السياق وفعلا هو مرتبطة بالسانة مرتبطة بالظروف السانة خصوصا في العالم القراوي احنا مستمرين في القافلة مدام الجو مناسب مدام الفرعيات أو المدارس تتعمل إلا غنكونوا متواجدين التحول اللي خصنا نديره وهو خصنا هذو الأطفال إلا ما كانوا مش يسافدوا من المخيمات نظرا العداد نظرا الفضاء دي تخيم في المغرب قليلة تنتمنوا باش الجمعية والمجتمع المديني كما قلتم يصبحوا يفكروا في ذلك الطفل يعيش واحد فترة تخيم في المدرسة دياله ولكن بطرقين مختلفة ليس أنه في القسم ولكنه تم باش يلعب يبادر يبتاكر و باش ينمي الشخصية يلوي تفاجأنا تفاجأنا في العالم القاري تفاجأنا بأطفال لهم من الإمكانيات لهم من الإمكانيات اللغوية الإبداعية الفكرية ما يؤهلهم أن يكونوا أطفال نموذج نموذج لوطنين العزيز ونحن تنحيوكم على هذه المبادرة طيبة وتحياتنا جميع الأطفال في العالم القاروي لأن رحلة الدراسة بانتبع لهم هي مختلفة في الوقت لولداتنا في المدنة الكبرى والصغرى ومتوسطة متوفرة لهم بزاف ديالحويش بزاف ديالولدات تيكافح في 2023 في العالم القاروي باش يقدر يمشي للمدرسة اللي هي أبسط الحقوق دياله فنتمنى أننا مجهوداتنا جميع تكون متكتفة باش نقدر نوفروا لهم الظروف الطيبة باش يأيشوا وحقوا أحلامهم إن شاء الله شكرا لكم وستدفع رفسر شرفتونا أيضا بحضور كل عادة جاء وقت شهيوتنا اليوم وفقرة 8 مشاهدينا السلام عليكم نتمنى تكونوا على خير و بخير اليوم سنجدوا واحد شكل ديالليبات اسميتهم اللي كان لوني معمرين بلاصوس ديال الكفتا ومتيشا كانحتاجوا فيهم الواحد خزوا مقطعها كده دي بتي كوب بسلام شلده تومي محكوكا الكفتا لاصوس تومات الملحة والبزار بالنسبة اللي بي شامل هنحتاجوا فيها الزبدة والطحين والحليب وبالزين هنحتاجوا شوية الفروماج قبل ما ندخلوهم في الفران وطبعا هاد الشكل هاد دياللي كان يلوني اللي قوت لكم هاد الشكل دياللي بات اول حاجة غنديروا واحد المقلة نديروا فيها شوية زيت العود نحطو فيها خيزو واللول حيث كيف ماكتعرفو خيزو شوية كيهز الطياب لونك واللول غن نديرو في المقلة ديالنا غير تشحر لنا واحد شي شوية مباشرة نزيدو عليه البفلة مش لذة من بعد نزيدو السومة واحد ريس ولا جوج اللي حسب الضو غير تبلينا ديك البفلة واللات ترانسپارانت ثم ماكتعرفو انها تشحرق سفي مباشرة كنوضعو الكفتا ديالنا ونحاولو نخلطو باش ديك الكفتا ستطيب لنا طريفات صغار ماشي طريفات كبار سافي نديرو الملحة والبزار واحد معلقة صغيرة سافي ونبقى نخلطو ديك الكفتا ديالنا مع هاد الخاليط ديال البصلة والثومة باش تنستمرين الكفتا سافي وغنزيدو عليها لصف طومة ديالنا تقريبا كتاخذ واحد واحد اربع ساعة تلتلو تساعة ديال الطياب سافي ومبعد نقدرون نعمروا بيها الخاليط ديالنا نوجدو نوجدو البشاميل ديالنا ومديرو فيها زبدة طريقة البشاميل را كل شي كي عرفها طريقة سهلة نديرو الزبدة ندوب نديرو تدها مع هاد طحين نفس القياس ديال الزبدة نفس القياس ديال الطحين ما بيدمانو احنا نحركو داك للميلانج امام تان ديال لاصوس ديالنا الطومات بالكفتة ونحاولو كما قلتلكم نفتتو داك الكفتة باش طيب لنا فريمان اوموجين مع ديك لاصوس الطومات نخليوها كالطيب ونقابلو لبشاميل وكيف ما قلتلكم غيت ما يتمزج لنا داك الطحين مع الزبدة ونبدأ نزيدو في الحليب شوية بشوية باش نضيف تاندي ودك الميلانج ديالنا وما يتكون نشنا لقرومو داك شوية بشوية وحنا نزيدو الحليب وحنا نحيدو داك لقرومو داك بما تابتليا لابشاميل وبما وجيت لاصوس فواحد لابشادو نرجع معاكم بعد ما تابتنا لاصوس وقدينا لابشاميل غناخدو واحد المول كيدخل الفرن نضيف في الكانيروني ديالنا على هادي الشكل هذا طولي غي بد من ما نعمرهم ومن بعد غادي نتكيوهم زيادو عليهم لابشاميل من الفوق والفرماج وندخلهم على فرن اللي سخون 180 دراجة و نعمرهم على هادي الشكل ذاك شي عجبتليكم الكفتة تكون عمرها مزيان تكون طيبة بخضون مزيان نفتتا باش ما تعدبكم شف العمارة ديال الكانيروني لابشادو يخص ديك لادو تكون كبيرة إلا ما كانش كبيرة ما غاديش تدوز لنا ديك الكفتة غا نعمروهم على هاد الشكل هادا كاملين وغادي نتكيوهم نديرو عليهم ديك لابشاميل ونديرو فوق منهم فقوماج وندخلوهم يطيبوا واحد اربع ساعة تل تل ساعة باش يطيبوا لنا دوكلي كانيروني مزيان ونرجع نوريكم نتيجة نهائية وهذه النتيجة النهائية دياللي القراثان ديال الكانيروني ديالنا نتمنى تجربوهم وبصحة وراحة خلونا رحبا ديال مرة بضيوفي امال السبت الاخصائي النفسي اهلا وسهلا اهلا بك كل شي مزيان كل شي مزيان اللهم لك وكيف لعد البراطو نقور بحضور دكتور عبد خالق رمضاني الاخصائي افتغذية دكتور أسبوع طيب ان شاء الله مرحبا الحمد مرحبا مشاهدين الكرام من بين مواضيع لدى بشوية رفقة دكتور رمضاني ان تكلموا على لأي درجة التغذية ممكن تكون من بين مسببات مرض الزهايمر اللي هو تسبب ملايين الناس حول العالم ولكن قبل علاقات الأخوة محتاجة انها تبنى على أسس سليمة باش فيش نكبر ما تكونش القطاع وما يكونش دليا نقطع ليك وما يكونش القلب عامر جيت بعدياتنا في العموم كيفاش خصت تكون علاقات الأخوة مبنية امال السبت الاخصائية النفسية جابنا على أسئلتنا في راحة البيت أمال السبت من الناحية العلمية الخوط شنو العلاقة اللي خصت تكون كتربطهم العلاقة الصحيحة لأن المفاهيم تبدلات في السنوات نحن محتاجين يكونوا عندنا خوط الأخ تكون واحد ركيزة واحد شو واحد اللي كان حس بالانتماء وكان حس تنغيق كونفور يعني شو واحد اللي كيعاوني كيوقف معايا كيعطني الحب وذلك شي ولكن الخوط هما غالبا أول جربة اجتماعية تنعيشوها في الحياة أول فرصة كتتعطالنا باش كانتضربوا على المساحة ديالنا على تغيطوى على التاريطور على الازوبجي على هم الخوط هم اللي كانت علموا معاهم وفيهم كيفاش ناخدوا بلاصتنا في الحياة العلاقة السليمة خس يكون في الحب لاحترام مشاركة بما أنها أول جربة اجتماعية لنا شنو اللي كيخلي اختل التوازن وللمفهوم الحقيقي العلاقات الأخوة أولي خليني نقول لك بصراحة شنو اللي كيخليك تلقى في عائلات الخوط إحنا في بعضياتهم وحطينا الراس على الراس وكتلقى في عائلات أخرى الخوط كيدوه في بعضياتهم وما عندهم مش مع بعضياتهم بلا من تساهموا الوالدين ونبغي ناش نتساهموا الوالدين ولكن غالبا جوج الحوايش أولا طريقة باش الوالدين تيربيوا ولداتهم شنو هم القيم اللي كيعطوهم كيفاش كييعلموهم باش يحلوا المشاكل بناتهم كيفاش الباداغوجي باش كيعلموهم كيفاش يتعاملو وايضا المعتقدات العائلية يعني كيفاش غايشوفوا الوالدين كييتعاملو كييتعاملو اكزاكت المم مع الناس اللي هم الاخوة ديال الوالدين ديالهم هادو هما غالبا نجوج الحوايش اللي تأبتو اللي تأبتو والا والا ملي تكونوا الوالدات صغار ضروري كيكونوا الكنفلي الكنفلي هما شي حاجة يعني الخصامات والنزاعات فيما بين الاخوة هي شي حاجة اللي احنا في علم النفس عارفينها ومتقبلينها على أنها على أساس أنها شرط من شروط نمو ديالطفل خصو يدوز من هاد المرحلة الأطفال اللي ما فيهمش ما كيتخاصموش قاع بالكل 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 كنعتقدو أنهم كاي شي مشكل دروري الوليد كيتعلم يدير هكو هكو باش يقوم بلاستو مشكلة فاش كتتراحم اللي كيبقوا هاد النزاعات وهاد الخصامات كيقدرو يدو إلى حقد أو لما يبقوا شي تهضرو أو لألم كبير اللي كيستمر فلاجات هاد المشائر مثلا ديال الحقد أو لعدم الاحترام وشجي من طريقة تآمل الآباء مع ولداتهم في وقت الخلاف اللي كتكون بيناتهم في وقت الخلاف وفي غير وقت الخلاف مثلا شي حاجة اللي هي مضيرة بززاف العلاقات ما بين الإخوة هي المقارنة الحقد يقدر يكون حيث الوالدين من غير الخلاف كانوا تقارنوهم تقارنوهم شوف خوك شوف ختك نتعلش مدرتيش بحالو نتدرتي حسن من الأخر شوف لأخر شح الحنين شوف لأخر شح حال سيقرم زيان هاد شي تيخلي لوليين شنو كتكون واخد له الأم كتكون واخد له لكل مرتبة ديال هو الأخ ولا الأخت كتكون خداد ديكل مرتبة الشخEs واحد الغلط اللي كي تحو ken غالب وفخ اللي كي تحو ken يكون خلاف ما بينجوج الولدين شنو كت�� الولدين تيشي ويقوم عن الدريف وéesðك الصغير ولا صغير سواء في السن أو لقد ولا في الدعيف تيشي ويقوم عن هذا ويحتمل يتحل جแล้و حق حаться بلليك يكون خلاف يا Bengal رؤيا ي lithium يتحملوا مسؤوليتهم ويقفوها بينهم خاصهم يتعلموا يتحملوا مسؤوليتهم وهذا يتعلم يدافع على راسه والاخر يتعلم يعبر على الطريقة اللي هي نظيفة دونك باش يقدروا يوصلوا لهذه المرحلة خاصهم يحطيهم الفرصة الوالدين شو سيديروا تاجي ويدافعوا دائما وغالبا كيكونوا يدافعوا دائما على الامام كيكون دائما واحد اللي كيمشي بكي أنا دار لي يا دار لي واحد اخر اللي تيكون أقوى أو العانيف هل الأباء والأمهات تيكونوا أقرب أو لا تيميلوا في أطفالهم بدون بلاء عن غير قاس تيميلوا الأقرب لهم في الشخصية اللي كيف نكرهم شحى جفريوسهم مرسي بكو غالبا شكرا غالبا الوالدين تيفضلوا واحد الولد ولا واحد البنس ماشي عليه هو على جنود تيفيق فيهم في الداخل تشبه لهم تشبه لهم جسديا ما في الطبع في الطبع ولا في اللواهي كيشوفوا فيه شي حاجة اللي كانت فيهم هما اللي كانوا محتاجين فيها مثلا حب حنان تيبقوا يعطيوها للك الوليد على أساس يعطيوهم الطفل الداخلي ديالهم تشوفوا شي حاجة اللي داك الحب داير الحب الفائد للأب والأم للطفل أولا أيضا العنف الفائد كيكون غالبا معلق بالطفل الداخلي اللي كانت في الأب والأم أبسوليبا الطفولة دائما تتأثر على شكونا نحنا في الكبرتياننا وغير علاقاتنا بخوتنا على كيفاش كبرنا مع بعضياتنا وشنو المبادئ والقيم اللي دوينا عليها وش يمكن تداروك المواقف أنا دايما تنقول باللي ممكن تربينا بطريقة مني تنكونوا أشخاص راشدين تنديروا اختيارات في الحياة هل يمكن تداروك المواقف تقدر تكون كبرت في عائلة اللي كان الغير أو الحقد بينك تخلقات بينك انت أخوتك ولكن كبرتوش ممكن تداركوها وكيفاش أكيد أكيد غالبا اللي كان كبرو كيكونوا الأشياء اللي كان كنو طلعنا بها كيفاش كيكون الحب كيكونوا كيتباغوا باش يتباغوا أولا يحسوا بالأمان تجاه الوالدين تنقلوش سنافس بناتهم باش يأخدو حب الوالدين تكونوا ديجا عامرين بالحب دونك تقدرو يتباغوا بعد المرات هادشي ما كيكونش دونك شنو تكون تكون حقد ولا غيرة ولا منافسة ولا خوف كيكون بعد المرات خوف من الأخ ولا الأخت ودك شي تيترصخ وما تيتحلج تيكبروه تيمشي كل واحد كيعيعيش حياته فوقاش تيدركوج استموا هاد المشاكل غالباً كتكون شي حاجة كاتترة في الحياة مثلاً أزمات تخليموا أزمة كتكون كتتخل في هذيك العائلة كتخرج داك شي لي ما تقالش داك شي لي ما تحلش داك شي لي ما تنطفش في الطفولة داك شي لي ما تعبروش عليها في الطفولة دونك يجوش طرق باش نتعاملو إلا كنا ماشي واعين غادي نتعاملو بعنف و بعصبية ونقدرو غادي نفرقو العلاقة وليتساتيغا إلا كنا واعين غاقولو أعطي راكينا شي حاجة كانت بقات مخبية بالطفولة وحان الوقت حان الوقت أننا ننطفوها فعلاً كي يخدو بعال المرات ترات لي داك أنهم ميجيوا في الكابينة واحد الأخت اللي كتقول لك أنا عاد أعقد أنني عندي خوتي وحسي داك تقول أنا عاد عرفت راسي عندي خوتي ما عمري ما حسيت أنني عندي خوتي أولا أنا مفهمتش عليش أنا بعيدة من الإخوة ديالي ما تيبغيونيش كيفاش نقدر ندير خسهم يتحملوا المسؤولية كل واحد يخدم على رأسه كل واحد يتسائل هو شنو خاصوه شنو نقصو باش مقدرش يمشي في علاقة زوينة وساليمة مع الأخ ديالو بعض المرات كيكونوا أشياء اللي خصنا نجبدوها نحطوها ندوزو دروري ما نقدرش نديرو نكونوا لديني متراولو كان أشياء اللي خصها تجبدو تتحط بعض المرات ما كتكون شي حاجة فعلية شنو تنديرو بحالة كتدري صغري كيتعلمي تمشى تنتعلمون بني وعلاقة جديدة شي حاجة ما كتكونش طبيعية ما كتكونش مألوفة عندنا خصنا نتعلمون ديروها خصنا نحطو واحد لإطار ديال الحب باش نبقى ونشوفو باش أوليداتنا يبقى ويتشوفو باش هاد العائلة تبقى مجموعة باش نجمعوا العائلة يعني كيكون بمجهود في الأول ومن بعد كالطبيعة كتلعب الدور ديالها تلعب الدور ديالها والمهم جدا في العلاقات هو أن تقول الخاوة حدد الدنيا صحيح الخاوة حدد الدنيا مبقاش هزن في قلوبنا تجاه بضياتنا كخوت مبقاش يتراول أخطاء ويتراول الخلافات وكينا نزيتي في قلبك غتلقى راسك لأمر ديال وانت ما دويتش مع أخوك وما دويتش مع أختك ومش فتش أولاد أخوك ومش فتش أولاد أختك واش بغاية مو هادك المشكل وقعت يستاهل أننا نتقاطعوا للعلاقات الإنسانية أموما ربما هي أنواع كينا ناس غتمشي من حياتنا وبيتونا رجع وكينا ناس غتمشي وترجع وكينا ناس دائما حادرة نحرصوا أن علاقاتنا مع أخوتنا تكون علاقات في هالحضورة الدائم قدروا نتخاسموا ولكن غنتصالحوا وغنقولوا اللي عندنا كنوا أكيدين باللي قوت الهضرة من وراء الظهور هي اللي كتخلي المساحة والفجوة بالخوت تكبر هي اللي كتكبر الفراق وهي اللي كتخلي القلوب عامرة عندك ما تقول ما تدويش في دهار أخوكو ما تدويش في دهار أختك قثو ودويو غتغاوتو كل واحد غي عبر بطريقتو غتغاوتو غتضحكو غتبكيو غتكيلي غايسكوت كيلي غايب الدسة أبخرا وكي من اللي غتدويو غتلقاو حل أما هو خير دويو وطلقاو حل أو لا فجوة غادا وتكبر تكبر 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 تلقاو المساحة بعدات وباللي السنين دازت وباللي ما يشدو تشي حاجة مع بعدياتكم تكي يقول لك فلان الله يرحموا فلان الله يرحموا ممكن البراني ما غتردش البال من أخوتك ما المهم أنك تقش معهم أشياء في هذا الحياة ومهمة لولادنا لأننا شافونا كنكبروا في أسر أخوت ما احنا نش في بعدياته ما غيكونوش احنا في بعدياته مخمعتا شنو تعطيهم أما السلطة شكرا لك شكرا لك جمال أحمر الشفاء كيفاش نختاروا لغجالي بغدينا واشنو هما لتنطنس لدرجين هذا الفترة لنا خبيرة تتجمي تقدم لنا مجموعة من النصائح لنا أهلا وسهلا أهلا بكم تنتكلموا على أحمر الشفاء كان بزعف ديال الأنواع الاختيار دي لكل سيدة الأحمر الشفاء ديالها وش يكون لحسب لون مشرتها لحسب شكل الشفتين ديالها ولا أشنو هما لك ختاغ اللي هم غتختار النوعية ديال الأحمر الشفاء إذن كان اختاروا اللون ديال الأحمر الشفاء بالنسبة لها الجوج ديال ديال حواج هادو لقلت دابا اللي هما اللون ديال البشرة ديالنا واش ثمرة أو فاتحة أو بيضة والفورمات ديال الشفاء ديالنا واشرقاق أو لا فولومينو أو لا كبارين إذن مني كان نكونوا كان تعتبروا من الألوان الفاتحة يعني إحنا بيضين مثلا كان نختاروا ألوان يكونوا ليمونين شوية نيود كوراي داخل فيهم شوية ديال برتقالي ماشي مشكلة حالي ديرانتي بالطبع ومني كان نكونوا صمرين مثلا دائما نختاروا الألوان اللي كنوا غادين لغوز فاش كيفتحوا لنا البشرة ديالنا وكيعتونا لإشراقة واخدش غوز خالص غاديبا غامق بزاف تماما غاديبا الكونتراست بزاف ما بين البشرة ديالي ولاكورة ديال الأحمر الشفاء نمشي تايلا بغت نختار بواد غوز ليهو كيكون مازيج ما بين المارون والغوز غاديين نختار داك لبواد غوز داخل فيه لغوز ما أتر كتر على المارون فاش كنت تكلمو على التكستور ديال للغوز على فغتا تختالف كين المات كين اللي فيه الغلوس واش تاهاد لك خيطا تيدخلو في الاختيار بالطبع زينب إدان أي حاجة بريانت الغلوسي كتعطي لفولوم للشفاء ديالنا إلا كانوا الشفاء ديالنا فيهم لفولوم من ناخدوش الغلوسي تماما غنحاولو نجنبو أي ألوان لامعين بزاف لأنهم غادي دوبلو لنا لفولوم ديال الشفاء وغادي نمشو ديكولور كريموس اللي هو ماشي مات بزاف وماشي غلوسي بزاف أو لا نقدر نمشو المات ودائما غادي نرسم شفاء باش نرجع لفورمة ديال ليلفغ ديالنا دائما نرسم بدك شي اللي بريت أنا نبين في ليلفغ ديالي يعني تقدر نخرج شي شوية نغش واحد شي شوية بالقالم هو اللوول نكبر شوية ليلفغ ديالي وديك ساعة غادي نخدم لغوجال ليلفغ ديالي كما بريت الألوان دارجا هكا الربيع صيف الفين وثلاثة وعشرين شنو كاين إذن عنا الكوراي دارجا بزاف مثلا أمل سبتليوم دارين كولاغ اللي تخي تخي تندنس كوراي أورانجي لنيود وكاين واحد لتندنس زوينة بزاف رجعت هما اللي لفغ ديقرادي يعني غادي ناخد أقلام ديالشيفة وغادي نرسم لكونتو وغادي نجين دير غير انجلوس لوس باشك يعطيني دي لفغ ديقرادي ليلة اختيارنا للغوجالة بغتوام نرتبط بالمناسبة وش نهار أو لحفل خاصة أو لشو حاجة بالطبع مني كيكون عندنا مثلا شي مناسبة كبيرة غادي ما غنحبسوش راسنا بأننا مندير أحكار أحمر مثلا وغادي وغادي ندير هاد الخطوة هادي وإلا كان كل يوم الأحسن مشو الألوان اللي كتكون خفيفة خفيفة ونائمة بيانسور إلا بغنا نمشو الخدمة أو لنمشو نخرج رحيتنا اليومية شكرا لك لنا على النساء شكرا عرفش تأكل فقرتنا الأخيرة اليوم فرصة للحديث على التغذية ودورها فالواقاية من مرضى الزهايمر التي قيس كيف ما قلت قبل قليل ملايين الناس حول العالم وكيفاش المرضى المصابين بالزهايمر خاصهم تكون تغذية دي لهم أسئلتنا جوبنا لها دكتور رمداني خليكم معنا دكتور رمداني وش صحيح أن التغذية ممكن تكون من بين المسببات دي المرضى الزهايمر كيفاش كناك لو حياتنا كاملة هي تغذية نمط العيش سن شوية دي الوراة وليكن الوراة بواحد نسبة اللي نقدر نقوله أنها قليلة بالزعاف ولكن بالأخص السن هو الأول حاجة اللي كتقربنا للزهايمر يعني شحال ما كان فوتو خمسون ستين ستين سنة كندون نقربو ولكن بالأخص ما حدنا كنزيدو في سنة ثمانية سنة ثانية سنة كبدأ يبانو يبانو مشكلة صحية أكتر هي فيما يخص تغذية عندها وكما قلت ما تلعيش يعني الإنسان اللي ما كنعيش مزيان اللي عنده واحد النظام ديالحياة مثلا استهلاك مثلا ديال سجائر كتير ديال ديال الكحول استهلاك ديال بعض الأدوية خاصة الأدوية ديال النوم عند بعض الناس اللي كما كنلاحظو لواحد الإدمان عليهم هذك النوم المضطارب قلة الرياضة والرياضة تبين على أنها ملبين للحويجات المهمة باش نحافظو على الصحة ديال الدماغ ديالنا وديال الخلايا ديال الدماغ ديالنا بالإضافة لذلك مؤهمية ديال أن نحنا دماغ ديالنا يكون دائما في واحد النشاط يعني كنقرأ وكننخدمو بي كنديرو بي بعض النشطة تندربو الدماغ ديالنا هذي كامل ملبين الحويجات اللي كتأخر ولا كتبعدنا من الإصابة بالإضافة لذلك تشكرون تغذية فيها حيث كانت بعض الأمراض منهم مثلا ضغط دماغ ويداء السكار اختلالات على مستوى الكوليستير ولا هذي تهي حويجات اللي كتقربنا للزيمر ومن اللي كتكون تغذية ديالنا فيها واحد نسبة كبيرة من السكريات واحد نسبة كبيرة من الدهنيات مشبعة هذا نظام غذائي اللي بطبيعة الحال كنت نركزوه على اللي فاستفود على الوجبات السريعة على الوجبات الكتيرة غي قربنا من الإصابة بالإيزانة طبيعة الحال قربنا للمسلم اللي تهيام بالحويجات اللي كتقربنا للزيمر هذي كاملة حويجات اللي كتقربنا بواحد شكل كبير للإصابة بالمرض ديال للزيمر من الناحية الغذائية كيف شو ممكن الوقاية من هذا المرض هي نضروع للمنشورات اللحيمية المنشورات العلمية ولايش الطرقات الطرقات الواحد المجموعة من اللي هو إيش أولهم اللي متكر بزير هو هالي زوميغا تخوة لفيتامين أ لفيتامين من الأنواع بي المضادات الأكسادة ونحن غدي نفصله فيهم اللي كان هدرو على زوميغا تخوة أول حاجة كانت تفكروها هي الأهمية ديال الأسماك اللي كان نضروع على الأسماك اللي هو واحد الأنواع ديال الوميغا تخوة لحاضرة حاضرة في السبديل حاضرة في الشرين حاضرة في حاضرة في حاضرة في كفايلة يعني حاضرة في حاضرة في الأسماك اللي بزيان نحن نتناولوها وبطبيعة الحال نطيبوها بواحد شكل صحي يعني نتفاد وأهم حاجة نتفاد والقل ديالها الفيتامين او اللي كان نضروع الفيتامين او كان نلقا وفاش في جميع زيوت نباتية وحنا عندنا زيت زيت العود اللي هو مصدر رائع ديالها بالأضاف كان نتناولو هنا اللوز القرقاء وعندنا في العادة ديالنا واحد مجموعة من الزرار اللي احنا عادي ان احنا نتناولوها هذه كاملة كتفقى مصادر مهمة ديالها الفيتامين او اللي من النوع الجيد اللي عنده هاي البعد الوقائي من اللازيمر قدرت على الفيتامينات من انواع بي فالمصادر دياله تكون تغذية طبيعية كاملة ممصنعش فكان تلقا في الزرار في الشعير في الروز في الخضر بالانواع ديالها تلقا الخضر اللي عند الورق اللي في الورقة هي فيها مصادر ديال الفيتامين او كذلك اهمية كذلك ديال الفيتامين سي هي واحد الحاجة اللي نحن يوميا خاصنا نخدوها الفيتامين سي في الفلا في القصبور في المعدنوس في واحد مجموعة من الخضر طبيعية الحال في واحد مجموعة من الفواكية يعني فش كتكون تغذية ديالنا فيها هاد الحوي جات خضر تعطينا حتى المواد المضادة للأكسادة هاد المواد المضادة للأكسادة حتى هي وهذه كاملة من الشورات علمية لذي بتات هادك البعد الوقائي من لالزايمر أي بمعنى انه كنقص لنا ديال الامكانية وديال الانسيدانس ديال ان احنا نتصابوا باللالزايمر حيث كما كنعرفو ان الناس كيكون عندنا جز ديال الهواجيس الهاجيس الأول هو ان احنا نتفادعوا والهاجيس الثاني هو ان بعض الأحيان قدروا نكون عندنا واحد المصاب هذا المصاب كيكون عندنا كذلك هنا جرش الهداف الهدف الأول هو ان نقصق او نحافظ نبعد ما امكان من الاعراض يبطل بيت الحال هو اول حاجة كاتبان في الارزايمر هي مشكلة الداكرة التي تبدأ تمشي بحكم على أن هذه المسببات هي واحد البروتينات واحد الاختلالة التي تصيب لنا منطقة معينة التي تصيب علاقة مع الداكرة بالإضافة إلى واحد اللي يكون عندنا في الدماغ وهذا اول حاجة تصيب هي الداكرة ومن بعد تبدأ هذا وكتوسع درجة أن تصيب ذاكرة من البعد تتأثر لنا على بعض المساء اليومية مثلا كنسا حويجات لهم مهمين مش أنني كنسا حويج عاديين يعني كينسا يأكل مريض صحيح كوصل واحد الوقت على أن كينسا يأكل كينسا يلبس كينسا حويجات لهم حيويين كيبدأ بأن ينسا كيف شي يطيب تفاصيل هي مهمة في حياته اليوم تنساح كذلك في بعض الوقت يبدأ مشكلة التعرف على الناس اللي عول على حاجات اللي وقعت مؤخرا حيث غريبا يمكن تكون في هذه الحالة يعني في المصاحبة دير التقدية هناك يكون عندها جزء صعوبة صعوبة اللي كما اذكر هي أن نحن نتفاد وأن نحن المسألة تقدموا التطور وكذلك بعد الأحيان كان وصل لواحد المستوى بعيد يعني فاش كيكون واصل لواحد المستوى متقدم من المرض كيو اللي عندنا صعوبة في المحافظة على التغذية دياله علما بأن التغذية ديال الإنسان المصاب باللغزيمر مل بين المؤشرات اللي كتقدر تخلينا شوفوا تدهور الحالة الحالة خطيرة أو كمرافقين أشخاص ربما المرافقين للمرضى الزيمر وتتابعون اليوم كيفاش يتعاملوا مع النظام الغذاء إيشنو خيرنا نقول الحية اللي تقترح اليوم الدكتور باش يقدروا يساعدوا هذا المريض أنه يكون في صحة جيدة أول حاجة هذه النصائح اللي اعطيناها في البعد المقائي فرق توقع مهيمة سارية مفعول ولكن الإنسان اللي مصاب في الزيمر غالبا يقدر يكون إنسان موسين إلا في بعض الحالات اللي يقدر يكون واحد سن صغير لدرجة أنا رب أتكور حتى عشرين سنة ولو الحمد لله هذه حالات نادرة إلا في بعض الحالات اللي تكون ويراتية اللي تقدر تكون خلسين سنة ولكن المعدل كما تقاتل السن متقدم إذن إنسان موسين يعني كنت تطابق نفس المشاكل ديال التغ ديال اللي كتكون عند الإنسان موسين اللي كنا اتطرقنا لي كلي عندي مشكل ديال ضوب مشكل ديال الشم مشكل ديال المضر بحكم السنان مشكل ديال البلع يعني هذو كاملين المشاكل اللي كيتزادوا مع المشكل ديال النسان إنه الإنسان كيبدأ ينسى ما كيبقاش يعرف الجوع ما كيبقاش يعرف إيشباع يعني ما عندوش تقدر تتعطيه واحد الوجبة كبيرة وكي يكل حتى تجي حالة تقي أولى بعد أحيان تقطع الماكلة إذن كم دون نديروا واحد الحيان أولهم هو أن نحن ننظم له الوقت ديال الماكلة يعني الوقت ديال الماكلة يكون واحد الوقت معين كنحاولوا نرجعوا له بعض التقوص لي مثلا يتناول مع المجموعة مع العائلة في واحد النشاط اللي هو كيعجبه ولكن بهذا النشاط ما تكونش حويجات اللي كتلاهي بمعنى ما تكونش تلفازة ما يكونش صداع ما تكونش الهضرة خارجة على الطب اللي فيه لأنه هذو كم الحويجات كتأثر للمريض كتأثر لي على التركيز دياله على الوجبة كمشيوا معا كذلك في حويجات اللي كيعجبوه اللي كما اذكرت المضغ ديالهم البلع ديالهم يكون سهل يعني كلعبو تعالى لتكستير ولكن هنا كيولي عندنا واحد تخوف آخر لأننا نخاف ومشيوا معا واحد تكستير مثلا كيعطوه الخبز الحلي مثلا حيث سهل توليفهم تلقيمة الغذائية المرات ما تكونش ما نتوفر لك شي اللي هو محتاج طبعي الحال يعني هنا نحاول أن نحن نصوب له وجبات وهذا الشي العسم زيان اللي تكون فيها تكستير فيها النوعية وكذلك فيها القيمة الغذائية اللي كنقلب عليها كذلك نحاول ما أمكن أن نحن نلعبو لي حتى على تقديم ذلك الطبق زوين يعني فحل الوليد فحل الأطفال كيبغي الوينات كيبغي واحد الأشكال معينة كيبغي وكذلك تبقى مهم على أن نحن نصاحبه حتى في الماكلة دياله لأنه نتخيل أنه بعد المرات هاد هاد تسلسل ديال أن هز المعلقة ونهز بها ونديرها فم ونصرطها وذلك شي يعني هاد تسلسل أحيان ما كيبقاش يعني مزيان أنه يكون أن نحن نعاونه وهنا طبيعة الصعوبة لكي تكون عند المصاحبين لما نسوا كذلك الأهمية لمبيل الأوقات ديال المكلة ديال الماء لأنهم ناس غالبا تكون عندما شكت جافة في الجسم كنسا ويشربوا يعني خاصة نحطوه على القرعة ديال الماء مثلا ونأخذوك مثلا كهدف أن نكمله هالي في يوم دياله باش نتفاد داول الاشتفا أمال سبتي دائما في نطاقة تشجيع للتغذية للأشخاص أو للحيال والنصائح من الناحية النفسية كيفاش تنصحنا لأن المرافق كيلعب دور كبير الحيال تقدر تحبب مريض الزايمر في أنه يأكل ويشبع ويأخذ دكشير يحتاج لجسم دياله حنا نفعل من نفس مكان مريض الزايمر كيكون إلي با بخيزان ما كيكونش موجود معنا يعني هو كإنسان ما موجود جاسد دياله موجود ولكن هو ما موجود حنا كنخدمه بزفع المرافق أولا شو المرافق سويل في العلاقة بتغذية ايكزاك تمو في العلاقة بتغذية خاصو تكون عنده دلابيانفايانس خاصو يكون عنده يعني نوع من الاهتمام يكون وما الإحسان العاطفي على هذك الإنسان يعني ما كيحكمش عليه ما كيكونش يدري يتقلق ذاك شي كيكون بكو دو بيانفايانس يكون عنده الصبر وهذا مع هذك الإنسان وأيضا سمعت دكتور رمضاني كيهضر على الأشياء اللي كتقدر تحمينا وتعطل الإصاب بهذا المرض وأيضا كيفاش تطور الأعراض جزتما تبرهن أنه جزتما الحب والعاطف ديال البي اللي كيكون عايش فيها ديال المحيط ضمن الفاكتور دو بتكتشن دون هذي الناس اللي كيوصلوهم خاسهم يكونوا فواحد البيانفايانس أيضا العقل جزي الإنسان اللي عندو زهيمار كييرجع بحال عقل جزي الطفل صير بحال كييرجع ويبقا وينقصو ويولي وكيرجع روتينات مهمة بسف باش يقدر يكل في الوقت خاسو شكرا لكم اتمنى شفاء جميع الناس واتمنى الله يعطي القوة لأشخاص المرافقين اللي مرضى لزي ما لأن تطلبوا بسفتي الطاقة باش يقدروا يداموا سنوات هذا المرافقة شكرا للمتابعة لنا شاهية طيبة وتقال الخير على الأولى